لاموزك تفضل حبيب هل لو كان يتعرض عليك ان انت تتنازل عن الشارع كتوافق؟ بص انا كلمت في الموضوع ده كتير انت انت كحمد حسن في المنتخب وانت كابتن في المنتخب لا ما كانش حدي ياجو طبعا يعمل كده اساسا يعني شكرا يا كابتن بنا خليك يا فاتحة لا مش قصدي يعني ان انا بقلل منك وادحو على حاجة لا والله خد راحتك يا حبيب انت في الصالون خد راحتك يا كابتن حبيب عشان تدي تهلف وشه راجب نقام مع كرسي يا عمي يا عمي مش قصدي والله لا لا خلي بقى لك عايزة اهيق او مش ده مش ده مش مقصود لا مش قصدي ان انا صالح والله بالعكس بالعكس يعني انا حزين على ان عدم موجود فاتحة في المنتخب وحزني الاكبر لان دايما احنا وفاتحة بيبقى موجود معانا فيه لعيبة كتير وانا ممكن حتى لما بتكلم فاتحي زكري دلوقت 2010 ده انا كان عندي 35 و36 سنة عبدالزايا كان عن 37 عصام الحضري كان 38 النهاردة كابتن حسام البدري ما عندوش اللعيب اللي بامكانيات فاتحي بعيدا بقى عن اللعب في الملعب او يلعب او ما يلعبش مش دي الكصة بالنسبة لي انا ما بقص الموضوع كده في كامل عيب النهاردة زي احنا بفاتحي موجود في مصر كلها اولا شخص قيادي شخص عنده اعضة شخص عنده قوة شخصية شخص بتعامل مع المتشاط الكبيرة شخص لعب في كل البطولات المحلية والقاهية وكاسعالم وكاسعالم اندية وحصل على اغلب البطولات حتى اولمبيات كمان لعب فيها فاصلت ان كل الخبرات دي كلها انا ما عرفش ازاي كتبت حتى لمت اللعيبة نفسها بعيدا بقى ان احمد فاتح هستعين بيها ومستعينش بيها لا ازاي بقى معلش واحد زي احمد فاتحي واحد من اللعيبة اللي ما بيقبلوش ان هم او لا يقبلوا ان هم يعودوا احتياطي خالص لا مفيش كده لا ممكن يكون بصراع كده لماذا انت من اللعيب تجي روحت مع عاملتين وعادت ماتشو جزر عادي ما كانش فيه اي مشكلة ولا عملت اي حاجة بص 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 اموي بس خلينا خليه على فكرة لا خلاص مصدقك خلاص لكن انا انا عارف اكن انت طواجتك مكاني بتبقى عايز تلعب مش عيب ان هو بيكتهد ان هو يكن يلعب في الملعب ولكن في النهاية احمد فاتحي لو طلب منه ان هو يقعد خلاص هيقعد يعني مش من اللعيبة اللي هي ممكن تسبب مشكلة او تعمل مشكلة او كلام ده شخصية احمد فاتحي فانا بتكلم على انت محتاج شخص يلم الفتح محتاج شخص يعلم اللعيبة اللي موجودة الجيل الحالي كيمة واهمية شرط منتخب مصر كيمة واهمية المشاكة في البطولات والنجاحات فانا طبعا استغربت بصراحة الاستباد احمد فاتحي يعني لو الموضوع بسبب الشعر انا اعتقد ان ده يبقى سبب يعني سبب يبقى خائب ان النهاردة موديل فني محتاجم لكابتل حسام وانا كابتل حسام طبعا اشتغلت معهم مدارب اشتغلت معهم وما كنا في موسم اللي فات وانا اعرف ان كابتل حسام عنده زكاء انه دايما لما كان حتى لما كنت انا بالعب في الاهلي لما كان المشاكة الكبيرة كان دايما يروح مسنود على عيبة كبيرة فانت النهاردة ما عندكش النوعيات دي كتير مش موجودة كتير فبالتالي انا استغربت ان عدم موجود احمد فاتحي